اشتركوا في القناة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذ بالله من عذاب الله عوذ بالله من عذاب القبر عوذ بالله من فتنة المسيح الدجال عوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الطرق تحمين من هذا العذاب وكان منها قراءة صورة الملك كل ليلة قبل النوم فقد روى الحاكم وقال الذهبي صحيح وقال الألباني حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يؤتي الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقوم يقرأ بي صورة الملك ثم يؤتي من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ بي صورة الملك ثم يؤتي رأسه فيقول ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ بي سورة الملك قال فهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب والحديث وإن كان موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه فإن له حكم المرفوع لأنه لا سبيل لمعرفة ما في القبر إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهمية هذه الحماية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوظف على قراءة سورة الملك قبل نومه فقد روى الترميذي وقال الألباني صحية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك أي سورتي السجد والملك وروا الترميذي وقال الألباني حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي صورة تبارك الذي بيده الملك وقراءة الصورة يمكن أن تأخذ أكل من ثلاث دقائق وفيها الوقاية من عذاب القبر وفيها المغفرة وفيها الحرف بعشرة أمثال فلا نحرم أنفسنا من هذا الخير إذا استفدتم من هذه المعلومات يسعدنا اشترككم في القناة ولا تنسوا الضغط على الزر لايق ليصلكم كل مفيد جديد إن شاء الله